الى عمق حركة الاصلاح والتجديد اليمنية في القرن الثامن عشر الميلادي تمتد جذور حزب الاصلاح كفكرة وطنية ضاربة في عمق التاريخ واغوار الحلم اليمني الناشد للحرية والحياة امتداد تاريخي يحيلنا الى جيل التجديد ورواد التغيير الاوائل ممن اختطوا مسار حركة الاصلاح الوطنية على درب النضال ضد الكهنوت الامامي الذي احال اليمن الى زريبة معزولة عن العالم ينهشها الجهل والفقر والامراض والتخلف مع الشعب والوطن وضد الكهنوت والاستبداد القت حركة الاصلاحيين الاوائل بكل ثقلها في معمعة الانعتاق الكبير من ربقة الائمة المستبدين على مراحل من النظام توجت باشراقة شمس سبتمبر في صبيحة خميس عظيم عندما وجد رفات المشروع الامامي متسعا لعودة جديدة بعد نصف قرن على اسقاطه كان حزب الاصلاح هو المستهدف اولا في خطة الاماميين الجدد لابتلاع الوطن وقتل الجمهورية من جذورها فالاصلاح هو العائق الاكبر على طريق العودة الواهمة يدرك الحوثيون السولاليون ان حزب الاصلاح هو الجذر الاساسي لثورة التغيير والتحرير التي اطاحت بالف عام من حكمه ملك هنوتي البغيض وهذا ما يفسر حرب الابادة الشاملة التي شنتها ميليشيا الانقلاب على حزب الاصلاح بكل ذلك الحقد المتراكم في نفسيتها على مدى اربعة عقود من سقوط الكهنوت وقيام الجمهورية يعيد التاريخ المشهد بكل تفاصيله فها هو الاصلاح في ذات المكان والموقف مناضلا ضد الامامة الكهنوتية التي تريد العودة باليمن الى ما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر اثلين وستين تسعمائة والف وحارسا امينا لقيم سبتمبر واليمن الجمهوري ومضحيا بكل ما يملك من اجل ان يملك اليمنيون وطنا يستحقهم ويستحقونه موسيقى